أخبرنا متواصلة وعلى مدار الساعة أهلا بكم من جديد إليكم العنوين قرض لشراء أراضي وصيارات لعمال التربية كل ستة أشهر الأفلن يقلل من حظوظ الطيار الإسلامي في الرئاسيات القادمة أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل ستعلن إذن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن إنشاء صندوق وطني مخصص لتدول الأموال الخاصة بالقروض التي تمنحها اللجنة الوطنية قصد بناء سكن أو شراء قطعة أرض أو حتى شراء السيارات بالتقسيد حيث سيسمح الصندوق بتكرار العملية كل ستة أشهر لكل عمال قطاع التربية بدون استثناء حيث جاء هذا القرار نتيجة عدم التحكم في الطلبات الهائلة لاقتناء السيارات بالتقسيد والتي رفعتها اللجنة الولائية في موضوع آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوة قبلية أمس بعين الدفلة كشف أن ما يعادل الخمسة والعشرين بالمئة من إنتاج ولاية تلمسان من الوقود يضيع ويهرب عبر الحدود مضيفا في ذات السياق أنه سيتم استحداث نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة لمصالح الأمن سيتم هدف الأيام القليلة القادمة للحد من تهريب الوقود خارج الحدود الجزائرية وعلى الخصوص بالجهة الغربية للبلاد قال المناسب المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمن بالعياط الذي يواجه أزمة داخلية عاصفة من حظوظ طيار الإسلامي في الرئاسيات القادمة مؤكدا استحالة وصول إسلامية الجزائر سدت الحكم أسوة بما جارب مصر وتونس معتبرا أن سقوط الإخوان بمصر هي رسالة مشفرة لإسلامي الجزائر أحمد حفصي رصد تصريحات تالي كيف أراني يشوف الحالة تمشي في مصر ونظني شبلي بزيف الناس رحين يتبعوا الأوهام هذه الشعارات قضع لها الزمن وشي ليش صرا في تونس وليش صرا في ليبيا على الأقل إحنا قدرنا تجربة تحتمت علينا قصينة منها كثير ولي متسبين فيها وراحوا للإرهاب وراحوا للتطرف هم ذكروا على الشعب فيهم يعاني العديد من المواطنين على مستوى مدينة أدرار وأغلب التجمعات السكنية الكبرى بالولاية يعانون من استمرار ضعف ورداءة الخدمات الصحية المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهياكل الصحية اللاسيما على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن سينة بأدرار حيث يشتكي المواطنون منذ بداية شهر رمضان يشتكون من مظاهر المبالات والتقصير في التكفل بعلاج المرضى قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعميم تجربة الاستشفاء المنزلي إلى كافة ولايات الوطن حيث ستشمل كل الحالات المرضية التي تستلزم علاجا خاصا لتفادي الاكتظاذ الذي تعرفه المستشفيات التقرير في الموضوع مع من المجرى الاستشفاء المنزلي عملية متوفرة في الوقت الحالي في الجزائر العاصمة وهي قيد تعميم لباقي ولايات الوطن استقرر تعميمها لكافة ولاية الوطن دون استثناء حيث تتوجه في الدرجة الأولى للتخفيف من معاناة مرضى السرطان في المراحل الأخيرة ويتشمل التدخلات الطبية التي توفرها وحدة الإصعاف المنزلي بالإضافة إلى العناية بالأشخاص المسنين وكذا المرضى المصابين بداية السرطان في المراحل الأخيرة كل الحالات التي تستلزم نوعا من العناية الطبية الخاصة سواء كانت أمراضا مزمنة وغيرها من الأمراض التي تقوم وحدات الإصعاف المنزلية بعلاجها على مستوى المنازل نحن لدينا الكثير من المنزل في المنزل المنزل نحن لديك أجهزة المنزلين كل أجهزة المنزلين في المنزلين تتطبيق الأمراض تأتي التدبير الجديد المتخد من قبل وزارة الصحة لتخفيف الضغط الذي تشهده العديد من المستشفيات عبر كافة ولاية الوطن والحضم من تنقل الأمراض إلى نزل المستشفيات يحتفل معظم الجزائريين بأطفالهم عند صيامهم لأول يوم في رمضان كل حسب عاداته وتقاليده وذلك بغية تشجيع أبنائهم من جهة وترسيخ ذلك اليوم في ذهنهم من جهة أخرى تفاصيل أكثر مع ابتسام بوسلام صيام أول يوم في رمضان ذكرى لا تزال راسخة في ذهن الجميع هذه المناسبة تحتفل بها كل العائلات لتجعل من صيام أبنائها حفلا بهيجا عدد تقاليد ويوم خاص لا تزال العائلة الجزائرية تحافظ عليها وتحييها في اليوم الأول الذي يصم فيه الضفل تلك العادات التي تجعل من صوم رمضان أمرا مقدسا عند أطفالنا وعند عائلتنا تفتقد الكثير من عائلة الأسرى الفلسطينيين إلى أبنائهم القابعين في السجون الاحتلال تفتقد جلوسهم على موائد رمضان الكريم ليبقى طعم الشهر الفضيل عندهم ممزوش بالقهر والأسع وتبقى نكهة رمضان عندهم تنقصها لما تشمل لأبناء العائلة الوحيدة مرسلنا من غزة شعاب يوسف رصد الموضوع ووفنا بالتالي يعيش أهالي الأسرى الفلسطينيين في شهر رمضان حالة من الحزن الشديد لفقدان أبنائهم القابعين خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي فموائد الإفطار التي كانت يوما عامرة بهم أصبحت اليوم مليئة بدموع الاشتياق حتى أن صور أبنائهم أصبحت على مائدة الإفطار عندنا أسير جلعات شليط واحد قاموا الدنيا وقعدوها عندهم 11 ألف أسير أو 10 ألف أسير لحتى الآن بعانوا في شهر رمضان من عدم وصول الكنتينة بعانوا من عدم الإفطار في وقته وعدم الصحور في وقته قد يكون هناك اقتحام أيضا لغرفنا وقت الإفطار أو وقت الصحور وبتالي لا نفطر في الوقت أو لا نتصحر في الوقت لماذا؟ لأننا نكون في الساحات في الخارج ويقوم العدو بقلب أغراض الغرف رأسا على عقب ويصادر منها ما يريد فمعاناة الأسر الفلسطينيين تتفاقم يوما بعد يوم خاصة الأسر المضربين عن الطعام ليأتي شهر رمضان ويدق ناقص الخطر على تفاقم حياتهم الصعبة داخل السجون الإسرائيلية هنا بمدينة غزة أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان تظاهر أهالي الأسر الفلسطينيين للمطالبة بإنقاذ حياة أبنائهم نقول أن الشعب الفلسطيني كله يقف إلى جانب هؤلاء الأسر خاصة المضربين عن الطعام معاناتهم تشتد ومأساتهم تزداد بؤسا داخل سجون الاحتلال في ظل إمعان إدارة السجون على عدم الاستجابة لأي من المطالبهم رمضان طلو الآخر ينتهي لدى أسر أربعة ألاف أسير فلسطيني دون أن ينتهي شوقهم لرؤية أبنائهم ألقى بأين خلف قطبان السجون الإسرائيلية شعب يوسف قناة النهار غزة فلسطين تصنع صفحات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر تصنع الحدث خلال شهر رمضان الكريم من خلال الخارجات الغربية لرواد الفيسبوك بالجزائر والتي أول من خلال الخارجات الغريبة نعم لرواد الفيسبوك بالجزائر والتي تتناول يوميات الجزائريين خلال شهر رمضان بقالب ساخر متبع أكثر في تقرير أحمد حفصي تحولت مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك إلى الملاذ الأول لفئات واسئة من الجزائريين خلال شهر رمضان المعظم لكن الجزائريين وكعادتهم صنعوا الحدث من خلال تغريداتهم ومشاركاتهم الغريبة في تويتر والفيسبوك فمن الجزائريين من تحول بقدرة قادر خلال ليال شهر رمضان إلى دائية ورجل دين بل ينافس عمرو خالد وعائض القراني على الفيسبوك من خلال مواعظ وإرشادات وآيات بينات من الذكر الحكيم وأدعي ينشرها على حسابه على تويتر أو الفيسبوك فسبحان الله مغير الأحوال فئة أخرى من الجزائريين هذه المرة من عشاق الشاشة الصغيرة أين تفننت في نشر كل ما تبثه القنوات الخاصة الجزائرية والعربية من برامج فكهية والترامية خلال الشهر الفضيل وسط التجاوب المميز من قبل رواد الفيسبوك بينما عرفت صفحات الفيسبوك والتويتر إنزالا منقطع نظير لصور وفيديوهات متعلقة بمواعد إفطار الجزائريين من أكلات تقليدية وعصرية على غرار طبق الجزائريين الأول خلال شهر رمضان الشربة أو الجاري ومأكلات أخرى تشرائب لها بطون الصائمين فئة أخرى من الجزائريين جذبتها الأحداث المتسارعة بمصر بعد سقوط حكم الإخوان وعزل الرئيس مرسي أين انقسم رواد الفيسبوك الجزائريين بين متضامن مع مرسي وآخر مؤيد لحركة تمرد غريب أمر الجزائريين في شهر رمضان أخبارنا متواصلة نلقاكم بعد قليل كونوا معنا